وخلال الجلسة الحوارية استعرضت أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسياحة بمفوضية الاتحاد الإفريقي بعض الأرقام حول الطاقة داخل القارة الإفريقية وأشارت المفوضة الإفريقية للطاقة أن 600 مليون إفريقي يفتقدون الكهرباء وأربعمائة ألف يموتون نتيجة استنشاق الغازات الضارة كما أشادت المفوضة الإفريقية للطاقة باستخدامات الطاقة النظيفة ضمن مبادرة حياة كريمة الغاز عندنا 17 دولة في القارة تنتد الغاز الطبيعي عندنا 70% من البترول الإفريقي يتم تصديره ولا يستفاد به حتى في صناعات تحويلها محليا لا يستفاد به حتى في النفاذ للطاقة 45% من الغاز الطبيعي في القارة أيضا يصدر بدون تحويل والغاز يمثل 5% فقط في المكون أو خلطة الطاقة أو الانيرجي ميتس إذن نحن محتاجين لإعادة النظر بشكل قوي جدا وسريع لإحداث قفزة كبيرة في عملية النفاذ للطاقة وليس فقط للإضاءة أو الاستخدامات المنزلية ولكن للصناعة والتصنيع وهي أمر هام وخصوصا أن القارة الإفريقية هي الأسرع نموا سكانيا وأيضا الأسرع نموا في موضوع الانتقال إلى المدن